موقف حزب الله الرسمي منذ بدء الحديث والإشكاليات المتعددة التي ترأيت على ملف ترسيم الحدود أنه أنا ألتزم بما ستعلنه الدولة اللبنانية وبالتالي الدولة اللبنانية على الأقل بالتصريح الشهير أعلنت الخط 23 على أنه هذا الخط أمام هذه التطورات المتلاحقة وأيضاً شو كشفت اليوم بالمقال بأنه حق الكريش المتنازع عليه في حال تم الاعتراف بالتسعة وعشرين هو أول الغيث حتى صارت موضوع 72 اللي بيصير فيه يعني تحشي على الخط 23 صار في موضوع هل هذا التغير يضع حزب الله في دائرة يعني مش في دائرة يعني اتخاذ موقف بعد أن توضح أنه هذا هو موقف الحكومة اللبنانية والسلطات بطبيعة الحال سمحت السيد حسن نصر الله بعدة إطلالات تلفزيونية له كان قال أنه هو يقف خلف الدولة اللبنانية اليوم نحن عدت في صار فيه أمامنا مجموعة من المصارات المصار الأول اللي نبلش فيه نيب حسن فضل الله حالياً اللي بعد يروح يطرح موضوع تعديل ستة أربعة كليتكليتة فيه المصاري اللي عم يشتغلوا على مجموعة النواب التغيريين فيه حكي دولة الرئيس نبيه بري اللي قال أنه فعال الحكومة أن تجتمع وأن تأخذ قرارنا وطنياً بإجمع بتعديل منصوم ستة أربعة كليتكليتة فإذن أضائيس نبيه بري غادر منطرة التحفز وضح بإتجاه أن يدفع الحكومة لتعديل ستة أربعة كليتكليتة وكان بفترة من الفترات عم يقول خلينا نشوف المفاوضات لما بدأ توصل يبدو أنه باب المفاوضات أغلق وأكفل فإذن هاي مجموعة المصارات اليوم بحال ذهبنا نحن لتعديل ستة أربعة كليتكليتة تتأكد أن حزب الله سيكون خالف الدولة اللبنانية بهذا الموضوع وسيتحرك طويلة التحرك كيف ستكون؟ مش بالضرورة يحط منصات صواريخ ويطلقها اليوم الجانب الإسرائيلي بيعرف وحرطك بتعرف والمشاهدين بيعرفون أنه إذا حزب الله أخذ تهديد جدة يوقف كل شيء لدى الجانب الإسرائيلي بس هو حتى قبل الوصول لهذه النقطة مش بمجرد الاعتراف الرسمي بالخط التسعة وعشرين يعني بيضع الشركات اللي اعتبرت أنه هناك ضمانات قدمت لهم سواء من دولة العرب أو أمرا البسيط يعني دولة متل يونانية أو شركة يونانية متل شركة أنرجي مجرد ما يصير فيه إداع رسمي لدولة معترف فيها من قبل الأمم المتحدة بأنه هذا الخط هو الخطة باولة مش حكما سيؤدي إلى تراجعة قبل ما نطرح هذا يؤدي بالزابط لأنه نحن إذا بنشوف كريشة مثل ما كنا نشوفه على الخريطة هو مقصوم جزء جنوبي وجزء شمالي بطبيعة الحياة بس يكون فيه خط حدودي فاصل أو بيفصل هاوض الحاكلين بصير حكما حاكل متنازع عليه فما بتقدر ولا شركة من هاوض الشركات يشتغل فيه اليوم مثلا عندنا نحن مشاهد صغيرة موجودة بالبلوك رقم 9 بالبلوك رقم 9 إذا فينا كريش سيمبليفايد نحط على شاشة بس لتحديد يعني موضع حق الكريش والخط 29 تماما نعم أوكي في عنا البلوك رقم 9 لا مش نبين بهذه الخريطة هون احنا نحن نحك عن البلوك 72 البلوك رقم 9 اللي هو عند شركة توتال اليوم هي مثل زميتو شركة توتال ذا ذا راعت ان البلوك رقم 9 هو البلوك متنازع عليه مع جنوب الإسرائيل نسبة لأنه إسرائيل وضع خط بالأمم المتحدة مثل ما نبين عندك الخريطة هو خطرة أم واحد فإذا مش عم تشتغل هلأ توتال متزادع دايما يعني مدى دولة مثلا بمجلس الوزراء بقابل آخر جالسي على ما أعتقد أولي قبلها مدى دولة إلى 2025 لتستأنف أعمالها متزادع دائما هي أنه البلوك هذا متنازع عليه فيها هاي الحالة تنطبك أيضا على حالة كريش بحال أوضع لبنان 643 تصبح إنرجين ملزمة بوقف أعمالها ويكون لبنان حصل حقه بالحد الآن يعني حتى هذا بحيلنا للرسالة التي أرسلت من قبل الدولة اللبنانية إلى الأمم المتحدة بشباط 2021 ما حرفيته يحتفظ لبنان بكامل حقوق في رفع أي مطالب لاحق أو مراجعة حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة كما تنص عليها المادة الثالثة من المرسوم 6433 إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية يعني نحن حتى هذه اللحظة بالتصريح الوحيد اللي هو بيعتبر 23 هو خط تفاوضي خسرنا قدرتنا على التفاوض حول 29 وحتى خسرنا القدرة على طلب من أي شركة آخر التنقيب بما نعتبره نحن حقنا لهو 23 على اعتبار أنه حتى هذه اللحظة ما فيه خلينا نحن نتجيه لا نقول توتال ما بتقدر تنقب تستخراج بالتصع لأنه بعد ما فيه تسوية أو ما فيه إعلان نهائي بأنه شو لألنا وشو لدولة العدو كان في جزء من قوة هذه الرسالة يعني اللي كانوا عم بيحاولوا يسحبوها جزء من قوتها كان أنه موجودة على موقع مختص بشؤون البحار هذا الموقع بطبيعة الحال ترجأ له دائما الشركات المنقبة عن الغاز أو عن النفط بالبحر لا تشوف أن هل هذه المناطق يسمح بالعمل فيها اللي هي مناطق متنازع عليها إمتوا هذا الموضوع هونيك كانت ولكن هلأ تمت إزالته مع الأسف يعني طيب إذا بنا نفت إلى ما أبعد من يعني الحسم الذي يجب أن يحصل هناك وكأنه خارطة تتشكل يعني نحن بطلنا نحن عم نحكي عن نزاع ويعني شيء يحصل بينه وبين دولة العدو هناك خريطة طاقوية تركب في المنطقة ربطا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولة البحث عن مصادر أخرى لإسناد أوروبا إلى حين التسوية أو إلى حين ما سينتج عن هذه الحرب نحن بالتالي أمام سيناريوهين إما أن نكون خارج المعادلة نهائيا وإما أن نستفيد بما يجري في المنطقة بس هل ما يجري أيضا بيخذنا على فرضية مرتبطة بأنه نتيجة أزمتنا المالية ونتيجة الكاثة اللي حصلة في الوين بأن نجبر على ويفرض علينا خيار تعاوني مع دولة العدو بهذا الكونسورتيوم اللي عم يتشكل بين دولة العدو ومصر والدول التي ستحدث سأقول لك الإسرائيلي أو هوكشتاين تحديدا هو عمليا ثعلب بهذا الموضوع فيها الخريطة إذا تحب تعرضها الموضوع الإكتراح قدام هو هوكشتاين اللي هي الخريطة هوكشتاين بروبوزل إذا فينا نشوفها على الشاشة أوكي اليوم مثل ما نكشايف كنا قبل شواء عم نحكي ببداية الحلقة عن بلوك رقم 8 أنه البلوك رقم 8 الإسرائيلي رايح بده يلزم بلوكات المحيطة بالبلوك رقم 8 اللي هي 4 و 7 بآخر إكتراح قدمه هوكشتاين ويلي ما تلقى بعد أي جواب عنه واللي حكي عنه مبارح معا اللي هو الخط المتعرج هو الخط المنحني إذا بدك مثل ما نكشايف بيمشي بخط 23 وبيضال ماشي على نفس الوطيرة بيقضم من حقل قنا جزء وبينحني نحو الأسفل نحو الجزء الشمالي وبياخد جزء من حقل 8 الفكرة أريد أن الإسرائيلي وحوكشتاين راحين باتجاه خداع الجانب اللبناني لأشراكه بعملية مكامل مشتركة لحتى يبرر بعدين الإسرائيلي أنه طعوا يخيل حتى نحكي مع بعض نفوتكم بهذا الحفظة تفضلت عنه النادي الغاز بالمتوسط ولكن اليوم الجانب اللبناني منه بهذا الوارد عم يتم تركيب مع الأسف بالمنطقة نادي غاز ويحاولوا يفرضوا على لبنان أنه يكون جزء منه ولكن في لبنان يضوح باتجاهات أخرى في مئة اتجاه واتجاهات أهم شيء ما يقع بالأفخاخ يلي إليه علاقة بالمكامل المشتركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر